موسيقى كشف التقارير الصحفية للغارديون البريطانية معلومات جديدة في قضية فساد قطر من أجل استضافة مونديالي ألعاب القوى لعام 2017 ودورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 وبحسب الصحيفة تثبت المعلومات المسربة تورط المقربين من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في تلك القضايا أطراف كثيرة متورطة في الفساد من بؤرة مشتركة قطر التي كانت تطمح للفوز باستضافة مونديال ألعاب القوى لعام 2017 التي فازت بها بريطانيا ودورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 التي حصلت على تنظيمها اليابان كشفت تقارير لصحيفة الجارديان البريطانية عن معلومات جديدة في قضية فساد سبقت تصويت اتحادات ألعاب القوى لاختيار المستضيف لكن هذه المرة تثبت المعلومات المسربة تورط المقربين من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في تلك القضايا ثلاث سنوات قضاها المحققون الفرنسيون للتحقق من دفعتين الأولى بثلاثة ملايين ونصف المليون دولار والتي قدمت في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2011 أي قبل شهر واحد فقط من التصويت لتحديد مستضيف البطولة الدولية لعام 2017 رسائل بريدية مسربة حصلت عليها صحيفة الجارديون أشارت إلى أن بابا ماستاك دياك المسؤول بالاتحاد الدولي لألعاب القوى وهو نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك ناقش خلال تلك الرسائل تحويل الأموال من حساب يديره الشيخ خالد بن خليفة الثاني الذي كان وقتها رئيسا للديوان الأميري ليتم بعدها تحويل ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار يقول دياك المطلوب من قبل الانتربول في قضايا فساد في رسالة إلى خالد الثاني إنه مدين لتميم بن حمد الذي كان وقتها وليا للعاد وفي رسالة مسربة أخرى لدياك تحدث عن المبالغ المتفق عليها مؤكدا أنه سيحصل على باقي المبلغ نقدا عندما يزور الدوحة أوراق الفساد تتساقط واحدة تلو الأخرى فمنذ سنوات يشتبه في شراء قطر للأحداث الرياضية حتى وصل الأمر بالرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم بوصف قطر بالورم السرطاني في عالم كرة القدم نضم إلينا من رياض الكاتب والباحث السياسي سيد جاسر الجاس أهل أبك سيد جاسر فضائح متتالية تمر بها قطر سواء بتعاملها مع ملف الكرة أو مع الملف الإنساني وملفات أخرى نريد أن نصلط الضوء على هذا الملف الرياضي المهم والذي يقال في هذا التوقيت بأن الأمير تميم هو متورط به بشكل شخصي ومقربين أيضا ما أبعد هذه القضية ما أسلوب الفساد الجديد هذا لقطر الذي تكشف في هذه الأيام مساء الخير الفساد ليس جديدا الفساد في قطر أصيل وثابت والرشوة جزء من ثقافة وهيكلة الحكم الدولة الحمل هذا يتم منذ الألفية الثانية تقريبا وبشكل مستمر نحن نجد هذه الأمور فقط تتكشف اليوم اليوم فقط الملفات بدأت تفضح بدأت الشعور الإدراك عندما تراكمت هذه المسائل ونتيجة المقاطعة الربعية ونتيجة للضغط ونتيجة المكاشفات والملاحقات بدأت تتفضح هذه المسائل في الرياضة نحن وجدنا البيان سبورت حالة من حالات الفساد الرياضة والرشوة القضايا التي كانت تهم فيها ناصر الخليفة وتم التحقيق معه الملف الآن الفرنسيون يعملون على هذا الملف ونعتقد هذا الذي ظهر الآن في القاردين هو مجرد الشرارة المسألة اليوم العمق تجي والذين سيهربون من السفينة القطرية الغارقة كثر مع الأيام بتتفضح ضغوط دولية لم تعد مجرد تقارير إعلامية سابقة من 2017 ونحن نقرأ ونتابع تقارير إعلامية تتكلم عن الفساد والتورط وظهرت كتب تتحدث عن ذلك وعن الرشاوب اللي دفعتها قطر لتحدث دولي كرة القدم من أجل بطلات اليوم هناك إجراءات قانونية وقضايا ترفع استدعاء بلاتيني كنموذج الآن المحاولات رشوة الفاضحة والصريحة لهذه المسألة هذا جزء من الثقافة نظام قطر القائم الرشوة قاعدة أساسية في كل الأعمال أيا تكون في المرسات ومحاولة استقطاب البطولات العالمية ستقوم على هذا الأساس ولذلك هذه بوابة مهمة جدا لعادة النظر بشكل جذري في كاس العالم 2022 ولإجبار الاتحاد الدولي المتورط والمتضرر والذي يحاول أن يستر ويغطي هذه الفضائح لكشفها بشكل متوالي لا بد أن أعتقد أن هناك ستكون الاعترافات من أطراف متورطين هناك من سيحاول أن ينجو بنفسه سيقدم معلومات أكيدة وبالتالي هنا هذه دائرة الفساد اليوم تخنق قطر شيئا فشيئا وتكشف لعيبة وفضائحها في هذا العالم وتكشف هذا الورم السرطاني كما تحدث الصحيفة العلمانية طيب سيد جاسر كما قلت يعني أسلوب العمل القطري مبني على رشة على فساد على مثل هذه الأمور يعني تركيز على شخصيات فاسدة في أي عمل أو في أي مجال لكن إذا ما قمنا الآن طبعا بأكثر من حدث بكشف كل هذه الملفات إلى أي مدى هذا يعيق أي تدخل قطري في أي فساد قادم باعتقادك خصوصا مع وجود المقاطعة العربية الكبيرة عليها نعم أنا أعتقد الآن نحن نتشاهدنا يعني تحدث قبل ليس فقط في الرياضة ملف الفساد والرشاوة القطري هو منتشر ومتفشي ولعل أبرزها كان وأشار أيضا قضية اليونسكو في الجانب الثقافي هذه المسائل الآن هذا الضغط بالذات نتيجة تحرك الدول الأربع ونتيجة المقاطعة ونتيجة كشف الملفات القطرية بشكل متوالي عن طريق الرسائل بدأت تفضح ولذلك الآن أنا أعتقد قطر تواجه وتواجه مزيدا من استعمال هذه الرسائل اليوم هي تثبت تورط تميم نفسه في هذه القضايا وعلاقته منذ أن كان ولي العهد يدير الملف لأن هذه جزء من الروح لا قيمة للعمل القطري سواب الفساد لا قيمة للعمل القطري إلا بالرشاوة ليس هناك منجزات حقيقية ليس هناك مكتسبات حقية هناك قيمة ثقافية متغلغلة هذا كيان فاسد راشي متحرك بهذه الصورة هذا الاستثمار الأموال القطرية كلها تدفع من أجل مثل هذه الأعمال ومن أجل هذه الادعاءات الزائفة لكن الكذبة لم تعد تنطلي على العالم اليوم لم تعد تنطلي الاستحقاق في مواجهة ومحاسبة هذا الفساد وجبتها الآن وأصبح من الضروري معالجة هذا الملف بشكل سريع وحاسم جدا لكن سيد جاسر إلى اليوم أكثر من أربعة أو خمسة أو ست ملفات فقط في مجال الرياضة من الرشا والفساد وما شابه إلى اليوم لا يوجد تحقيق دولي لا يوجد تحقيق في الأمم المتحدة حتى الولايات المتحدة التي تقول نحن ندعم دول حلفائها في المنطقة دول المقاطعة لا تفعل شيء في هذا الأمر حتى من الرشا والفساد كان شراء الملف القطري أمام الملف الأمريكي لماذا لا نرى تحرك من هذا؟ نحن نشاهد في قبل فترة أعداد الصحفيين والإعلاميين والمحللين السياسيين في القنوات وسائل الإعلام الأمريكية الذين اشتراتهم قطر نحن نتكلم عن فساد متغلغل ومتجذر وراسخ وطويل الأمد ومتعدد الشبكات هذه حقيقة هناك الصمت ليس يعني انحيازنا أعتقد قطر لكن لضخامة الدائرة المتورطة في هذه الأعمال وللأطراف المشتركة بشكل الاتحاد الدولي كرة القدم كله لا يستطيع اليوم أن يتنفس أو يتكلم لحجم التورط الذي قام فيه إلا من خلال الأعمال التي تقوم فيها مثل الجراءات الفرنسية جراءات حيوية جدا ستكشف أيضا كانت هناك جزء من العمليات في سويسرا إذا تحركات القضائية هي التي ستجبر الأطراف على التحرك والعمل على كشف هذه الملفات وبالتالي فضح اليوم نحن نتكلم على حقائق ومعلومات تتزايد وتتراكم يوما بعد يوم وتصل إلى كل المستويات في السلطة القطرية فبالتالي لم يعد هناك مجال في هذا الجانب نتمنى مزيدا أن أتكدت تحقيقات الفرنسية ستكشف في الأيام القريبة القادمة كثيرا من هذه الملفات واليوم اللام نفسه وسائل الصحفية تعمل بشكل متحرك بعد إدراك نوع وحجم هذا الفساد المتغلغ في الرياضة هناك قتل هذه عملية قتل للرياضة وعملية تفساد ولذلك الخطر الآن على الرياضة ليست مجرد الرشاور القطرية هناك تهديد حقيقي وجدي لقيم ومفاهيم الرياضة التي تربع علي العالم والتي كانت هي الهدف من قيم هذه المسابقات والرياضات جميعها أشكرك كان معي من الرياضة الكاتب والبحث السياسي السيد جاسر الجاسر شكرا جزيلا لك